موسيقى فترة ممتازة ولكن هي ما تخلو من بعض الضغوطات النفسية اللي عم تتولد عند برج الدلو بسبب تراجع المريخ ببرجك عم بيعطيك بعض الشعور بالسلبية أو بعدم الشعور بالأمان أو التفكير الزايد وهذا الشيء هو اللي بيخليك ما تفرح بالإنجازات وما تفرح بنجاح بدنا نتخلص من هذا الشعور فترة تحمل غربلة العلاقات وغربلة الأمور الغير مهمة بالحياة قد تكون مشاريع أو أي شيء يخص حياتك إعادة تنظيم حياتك وكمان هاي فترة كتير ممتازة لتلاقي الحلول المناسبة لبعض الأمور اللي حصلت معك من بداية السنة سواء كانت مع أفراد الأسرة وغالبا هي مع أفراد الأسرة أو مع المقربين كمان السفر والدراسة متاحين لبرج الدلو متابعة معاملات متاحة قد تكون للسفر أو للدراسة بدك تكون حتى تعيد التوازن للتوازن لحياتك بدك تكون أكثر صبور وأكثر منتبه أكثر حرص على أسرارك كمان احذر كذب الآخرين عليك بإعطاءك معلومات قد تكون غير صحيحة احذر عمليات النصب والاحتيال وانتبه للأمور المالية اعمل جدولة وميزانية عالية المستوى والتزم فيها بهذا الشهر احذر التفكير بالماضي أو أنك ترجع لإلاقات قد انتهت لأنه هذا ما بيخدم مصالحك أبدا وأيضا بالنسبة للوضع العاطفي فترة جيدة لتعديل وتصويب الأمور مع الشريك لحتى تستعيد توازنك العاطفي وأيضا لغير المرتبطين فترة ممتازة جدا أنك تلتقي بالشريك المناسب الكثير عم بيسأل فيه سفر فيه ارتباط من هون لآخر السنة رح يكون فيه شيء واحد من هاي الأشياء لبرج الدلو اللي هو سفر أو ارتباط أو شراء عقار أو ارتباط عنا برج الحوت الفترة الأولى فترة جيدة تحمل بعض الضغوطات وهاي الفترة مش زي الأشهر اللي مضت كانت كثير ممتازة لبرج الحوت هلأ بدك تكون حريص ما تجازف ما تدخل بتحديات تنتبه للأمور المالية بشكل كثير كبير ما تقرض الأموال لحده إلا إذا أنت كنت متخلي عنها وما بدك إياها ترجع كمان وضع الحدود والنظام ووضع الحدود مع الناس اللي بتتعامل معهم تحط النقاط على الحروف وما تسمح لحده أنه يتجاوز بالكلام أو بالفعل وكمان بالنسبة للعلاقات العاطفية بدك تحل السلام بينك وبين الشريك إذا كان فيه تراجع وتحاول تعتمد النقاش لحتى ترجع لوضعك الطبيعي وتعيش السعادة احذر الأعداء احذر المنافسين اعمل على حسم الأمور وبشكل نهائي وكمان بهاي الفترة اهتم بصحتك بهيك نكون حكينا لكل الأبراج عن شهر 9 الفترة الأولى ولآخر السنة عطينا مقتطفات رح نرجع مع أسئلتكم لحتى نرد عليها عنا ندوة برجك الدلو والبرج الصاعد الثور وخلينا نتفق أنه برج الثور لبعد 15 الشهر رح تتحسن الظروف والأمور هسا الانفراجات بسيطة غير محسوسة ولكن بعد 15 الشهر رح تشوفوا فيه تطورات إيجابية عالية المستوى على كل المستويات سواء كان بالعمل أو بالأمور المالية أو بالأمور العاطفية يعني اللي عنده وضع عاطفي متردي أو متراجع رح تلاقي الحل المناسب سواء كان سلبا أم إيجابا انتهاء العلاقة أو استمرارها هي بتخدم مصالحك وتخليك ترجع تعيش السعادة فلذلك الثور بعد 15 الشهر رح يخدم مصالح الدلو والدلو رح تتحسن أموره مع بداية السنة القادمة لأنه المريخ رح يطلع من برجك وتخلص فترة التراجع هذا كله رح يخليك تتنفس السعادة الثور بيعطيك أيضا صفات كويسة لبرج الدلو اللي هي الثبات والاستقرار على الرأي كمان بعض الأمور اللي بتخص الأبراج الهوائية اللي هي نعتبرها سلبية ممكن إنها تتعادل مع برج الثور في عنا يزن برج الحوت والطالع عندك برج الدلو بيسأل عن السفر بشهر تسعة اللي إحنا فيه الحوت خلينا نحكي للدلو عنده سفر ولكن مش بالضرورة يكون شهر تسعة حسب الأمور اللي عم بتواجهها أو المستجدات اللي عم تظهر لآخر السنة يعني ممكن شهر تسعة عشر اهداش اتناعش واللي ما بيتحقق عنده هذا الشيء من برج الدلو ممكن الأربعة شهر الأولى من بداية السنة الجاي اللي هي رح تكون من أحسن الأبراج برج الدلو لأنه هاي الأربعة شهور اللي عم بيعاني منها بسبب وجود المريخ وتراجعه رح تعطيك تعويض بالأربعة شهر الجاية من السنة القادمة الدلو بيخدم مصالح الحوت كثير هم اتنين هم عندهم مزاجية اتنين هم ممكن يكونوا يزعلوا بسرعة الحوت ما بيتصالح بسهولة لكن الدلو بكلمة حلوة ممكن أنه يتصالح هاي المسألة ممكن تتعادل عند برج الحوت كمان بالنسبة للمواصفات الصفات اللي رح تخدمك من برج الدلو هي الآنية بالتفكير وسرعة التفكير وسرعة اتخاذ القرار الصح يعني عنده الحاسة السادسة كمان قوية جدا هاي كلها بتخدم مصالح الحوت عندنا داليا من مصر 10 نوفمبر العقرب واتطالع عندك الدلو هاليوم الدلو ما شاء الله كلكم برجكم الدلو الدلو بيخدم مصالح العقرب بهاي الفترة يعني مش كثير لأنه العقرب أحسن من الدلو بهاي الفترة الصفات الموجودة عند العقرب ممكن العناد الغيرة الشديدة رح تكون فيها توازن المتابعة المستمرة للطرف الآخر سواء كان بالعمل أو بالحياة العاطفية رح تصير فيها توازن وتعادل إذا ندلو بيخدم مصالح العقرب خاصة بالأربع أشهر الجاية القادمة من السنة القادمة نرجس بدك الجدي في كثير أسئلة قبل ما أحكي للجدي أخيرا في كثير أسئلة بتتوارد لي على المواقع السوشال ميديا خلينا نتفع على شغلي أنه أنا مطلقة هل فيه رجوع ممكن أنه فيه زعل وفيه ابتعاد ممكن أنه أرجع خلينا نتفع على شغلي أنه الزواج هو قرار والطلاق هو قرار أنك ترجعي أو ما ترجعي هاي بتحكمها أمور كثيرة ما لها علاقة بالأبراج الطرفين سبب الخلاف سبب الطلاق هل الطرف الآخر بده يرجع بعدين إذا أنت بدك ترجعي المفروض أنه تخطي الخطوة الأولى تدرسي الموضوع كويس تشوفي بكل الاتجاهات هل يخدم مصالحك أنه ترجعي إذا كان آه والسبب أنت كان عندي خطأ خذي الخطوة الأولى وخذي هذا القرار لأنه إن صار أنت رح ترتاحي وإن ما صار أيضا ضميرك رح يكون مرتاح أنك عملت اللي عليكي أما الطرف الآخر ما بده يتصالح هو حر هيك أنت بتعيشي حياتك ما تبقى لكي من حياة وإن شاء الله تكون سعيدة بشكل كثير ممتاز وكويس وضميرك مرتاح وتقدري تدخلي بعلاقة جديدة وأنت مرتاحة نفسيا طيب إن شاء الله بكرة أول شيء رح نحكي لاتجدي لأنه خلص وقتنا لليوم يسعى الصباحكم صح الصح صح صح ستاء ماردنا